قام رئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها تلك التي يجرى العمل على انهائها بمنطقة القاهرة الجديدة كما استمع الرئيس السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائر الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة نحن نتكلف 15 ألف فدان التطوير اللي بتعملها دي بتقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعامل فيها مناطق صناعية وممكن تتعامل فيها كلام كتير قوي انت بين يكون هنا القاهرة الجديدة زي النهاردة الشبكة اللي انت بتعملها دي 15 ألف دود 15 ألف فدان دود الشبكة تطول دي وبالمرافز بعد كده حربا احنا قادرين نحن نقول ايه نقدر نضيف سواء للقاهرة الجديدة او للمناطق المستسمرين اللي هي انتداد شرقا كده مش كده شرقا ايوه كده نضيف لون خمس شئ ألف فدان كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطية وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطر السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلو متر وعرض 8 حرة مرورية في كل اتجاه خمسة رئيسي وثلاثة فرعي وديه فندم المنطقة دي كتدرسها صعبة جدا وبشبكة الطرق ديه فندم انحقق الاستغلال الاستمرارات الأمثل للمنطقة إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلو متر وعرض 4 حرة مرورية في كل اتجاه وديه فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية فندم تم فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة وتم مرعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد واماكن انتظار للسيارات يا فندم وتم فندم الانتهاء من عمل تطوير محور الأبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب محور الأبور ليصبح 6 حرة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حرة مرورية محور الجزيرة ليصبح 6 حراب مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حراب مرورية وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور الأبور بعرض 6 حراب مرورية فندم من شاء جديد وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حراب مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حراب مرورية فندم 6 رئيسي و4 فرعية والمنطقة فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة فندم والامتداد العمران واستكملنا يا فندم لأعمال التطوير تم يا فندم العرض والدراسة والعرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الداري الأوساطي وتطوير طريق سوء السيارات والمنطقة المحيطة به وبدأنا يا فندم بالفعل بننفذ الوقت يا فندم أربع مكونات رئيسية أولهم يا فندم محور طلعة حرب بطول 8 كم وعرض 5 حرة مرورية في كل اتجاه يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الداري الأوساطي للقاهرة الجديدة وبيربط يا فندم القادمين من شرق التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر وبقى فندم محور مروري داخلي بين خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر ويربط القادمين من طريق القطمية العين السخنة السياحي وينتهي بالداري الأوساط يا فندم ده فندم هيسهل حركة المرورية ما بين سوء السيارات والمناطق الصناعية وربط قاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائر الأوساط يا فندم سيادتك كله جسر ترابي بالأعمال بالكبار والألفاء والعمال الصناعية في جسر ترابي هيبقى أخر شهر ستة خلصانين لا احنا نعمل تها سيادتك عشان هممكن للشغل بس هيبقى في مشكلة عشان موضوع المرافع احنا بالنسبة مع جميع جزة ولا سيادتك حلال هم مشغالين معنا وزارة الإسكان وزارة الكهرباء وزارة المترول وزارة الإتصالات عشان واحنا نشغالين يبقى المرافق البناء الأساسية ستك تبقى لتعلمات ستك تبقى موجودة بحيث نحن بعد كده بالتنمية اللي هي المترحة موجودة يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها تبقى للأحيان هو بس ستة سوء هنا أو أي حاجة تانية بنعملها بالشكلة كده احنا للسخنة لها طريقين كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور التسعين الجنوبي ومحور التسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة فانم تمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق دائري محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية ده وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد بداخل القاهرة الجديدة هيساعد على نقل حركة من تسعين الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين أصلا بس وكان فيه متأكد بس جامل جدا وكانوا برموا على طريق الدائري برضو كله حر على الطريق الدائري والسادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحور الجديدة فبقى المحور جديدة مربوطة على محاور بحيث لا متأسرش يعني كمستقبليا المطال العمرانية اللي هتبقى هنا او الاستثمارية بعدد السكاء بتاعها مدروسة مريا مصبوط جدا باسادة الطرق في جامعة عين شمس وعندها في الهدى السادة والناس الموجودة مدروسة جامل جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس بروري تاني في المناطق اللي احنا فكناها قبل كالسادة بس انا عايز اقولك ان انا كنت لما تيجي تتكلم على هنا جنوبة عمرانية خلال الخمسة عشر سادة الجايين للمنطقة دي وحجم الحركة الحركة الممرضة مدروسة فندم مدروسة ما اتدرست مدروسة مريا مصبوطة جدا المحاور دي هتخدمها دحوار محمد ناجيب الامتداد طلعت حرب سيادتك بندرس امتداد الكلام ده تربط رئيس سخنة في الاماكد ده فهيبقى في محاور بقديلة كثيرة جدا ده بالعكس ده هتخف التكدس يعني مع زيادة الموجودة هنا هتخف الحركة الموجودة كبان التكدس الموجود في الكهار الجديد شكري يا محمد شهر ست شكري كل صوتة بي صوتة بي